الآن هذه الحرب الدائرة هي على حساب ملايين البشر في السودان محاصرين بهذه الحرب الذي لا يقتل بالرصاص والقزائف يقتل جوعا ونقصا في الأدوية وحتى المياه الصالحة للشرب لا تصل لبعض المناطق وانقطاع الكهرباء وعجز المستشفيات عن مواجهة الأعباء الملقاة على حاتقها منظمة الصحة العالمية قالت أن 15% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان المنظمات الدولية تقول أنه الآن ملايين السودانيين على حفة الجوع وأن الكارثة أكبر كثيرا مما يدور في أذهان الجميع وبالتالي كانت هناك حاجة لهدنة حقيقية لكي يقوم المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الأساسية ونقل المرضى ودفن الجسس التي تعفنت في الشوارع للأسف يعني منظر مناظر مروعة لم يرها ولم يتخطر على بال السودانيين حتى في أشد اللحظات حرجا في تاريخهم يعني تاريخ السودان مليء بالحروب الأهلية بالتمرد في دارفور في جنوب السودان في جنوب كردفاني النيل الأزرق لكن لم تصل الأوضاع إلى حد استباحة العاصمة الخرطوم بهذا الشكل وقصف بالطيران والقزائف والمدفعين كل طرف يعتقد أنه يمكن أن يقضي على الطرف الآخر أن يلغيه من المعادلة تماما وهذا الأمر يبدو في ظل حرب المدن وفي وضعية مثل هذه يبدو صعب إلا بتكلفة باهزة جدا على حساب المدنيين وأرواح الجنود والمقاتلين من الجانبين